عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح حزام الأحمد وخلال حديث للإعلام المحلي الفلسطيني كشف عن وجود حراك مصري جديد خلال الأيام المقبلة لتحقيق المصالحة يقوم على قاعدة الاتفاقات الموقعة مشيرا إلى إعطاء فرصة كاملة للجهود المصرية إما أن تنجح أو لكل حادث حديث وفق تعبيره وفيما يتعلق بالتهديئة بين حماس وإسرائيل أفاد الأحمد بأن مصر كانت تقوم بجهود من أجل التهديئة مقابل التخفيف عن قطاع غزة ومنع وقوع الحرب مجددا ولكن دون الوصول إلى توقيع اتفاق لكن حماس عبر جهود مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف وقطر كانت تسعى إلى توقيع اتفاق حتى يكون له بعد سياسي إلا أن الرئيس محمود عباس والقيادة وكافة فصائل منظمة التحرير عارضوا ذلك وفي نفس الموضوع قال أحمد مجدلاني وهو أيضا عضو في اللجنة التنفيذية للمنظمة إن السلطة الفلسطينية أبلغت كل الذين يتوسطون بين حماس وإسرائيل لإبرام اتفاق تهديئة يتجاوز منظمة التحرير والحكومة الشرعية بأنهم يساهمون بتمرير صفقة القرن عبر حماس مجدلاني رفع من وطيرة انتقاده لتفاهمات حماس مع إسرائيل بقوله إن الاتفاق القائم على الهدوء مقابل الهدوء والأمن مقابل الغذاء هو اتفاق خطير ويتجاوز الإطار الرسمي والشرعي للشعب الفلسطيني ويؤسس لشرعية ونظام سياسي جديد لحماس في غزة معتبرا أن ما تقوم به حماس هو استغلال للوصول إلى اتفاق مخزن هدفه السياسي تهيئة حماس للانخراط بصفقة القرن ونوها مجدلاني إلى أن ما يهم إسرائيل هو الأمن متائما حركة حماس بأنها تضمن لها ذلك وتدعم الانقسام لأنه يحررها من الضغوط الدولية الداعية لحل الدولتين وأن حماس لم تعد تشكل تهديدا للأمن الإسرائيلي حسب تعبيره